أهلاً وسهلاً بطلبة السنواء العامة في الدرس الأول من دروس مادة الأحياء معكم أحمد شريف ودي قناة المختصرة المفيد هقدم لكم مادة الأحياء بأبسط طريقة ممكنة أول درس معنا في مادة الأحياء هو الدعامة في النبات الدعامة في النبات بتنقسم إلى نوعين دعامة فسيولوجية ودعامة تركيبية الدعامة الفسيولوجية هي الدعامة بتحصل في الخلية بتتناول الخلية نفسها بحيث أن اللاية بتدخل إلى الفجوة العسرية الموجودة في الخلية نفسها بالخاصية الاسموزية فبيزيد حجم العصير الخلوي داخل الفجوة العسرية الموجودة في الخلية وبيضغط على البرتوبلازم وبيتفعل الخارج نحو الجدار بعد كده بيتمدد الجدار لزيادة الضغط الواقع عليه فبتنتفش الخلية وتصبح زاد جدار متوتر وبالتالي بتكتسب دعامة فسيولوجية في الأول كده يعني هي الخاصية الاسموزية الخاصية الاسموزية هي عبارة عن مرور الماء خلال الأقشية شبه المنفذة اللي هي الأقشية البلازمية من وسط زو تركيز مرتفع لجزيئات الماء إلى وسط زو تركيز منخفض لجزيئات الماء وطبعا بيكون تركيز الماء معاكس لتركيز الأملاح يعني الوسط اللي بيكون فيه تركيز الماء عالي بينخفض فيه تركيز الأملاح والوسط اللي بيكون فيه تركيز الماء مرتفع بيرتفع فيه تركيز الأملاح وزيئات الماء بتنتقل خلال الأقشية شبه المنفذة من الوسط اللي بيكون فيه تركيز الماء مرتفع إلى الوسط اللي بيكون فيه تركيز الماء منخفض وبالتالي بيحصل العكس مع تركيز الأملاح فبتنتقل جزيئات الماء من الوسط اللي بيكون فيه تركيز الأملاح مرتفع وبالتالي الخلية اللي بتفقد الماء بتفقد الدعامة والخلية اللي بتمتص الماء بتكتسب الدعامة ومن الأمثلة على اكتساب الدعامة الفيسيولوجية هي استقامة سيقان ووراق النباتات العشبية عند رأي الطربة لانتفاخ خلايا نسجتها الداخلية عند دخول الماء إلى فجواتها العسرية من خصية إلى سموزية ومن الأمثلة على فقد الدعامة الفيسيولوجية هو الزبول وارتخاء سيقان ووراق النباتات العشبية عند جفاف الطربة لزوال انتفاخ خلايا نتيجة فقدها للماء فتزول الدعامة الفيسيولوجية لذلك تعتبر الدعامة الفسولوجية هي دعامة مؤقتة وده لأنها بتعتمد على امتلاه الفجوة العسرية للخلية النباتية بالماء وعند فقد هذا الماء تضعف أو تزول هذه الدعامة عندنا النسيج البرانشيمي بيتكون من خلايا حية تحتوي كل منها على فجوة عسرية واحدة كبيرة أو أكثر وجدار رقيق مصدقب يتكون من مادة السيلولوز المنفذة للماء لذلك النسيج البرانشيمي بيكسب النباتات الدعامة الفسولوجية مؤقتة ومن العمليات الحيوية اللي بتتأثر بها الدعامة الفسولوجية هي عملية الامتصاص وعملية البناء الضوي وعملية النتح كلما زاد معدل البناء الضوي زادت عملية امتصاص الماء والأملاح من الطربة وبالتالي زادت كمية الماء المفقودة من النبات عن طريق عملية النتح فيقوم النبات بتعويد الماء المفقود عن طريق امتصاص الماء من الطربة مما يزيد من الدعامة الفسولوجية وبالتالي نستنتج ان العلاقة ما بين الدعامة الفسولوجية وعملية الامتصاص هي علاقة ترضية لان النبات لما بيمتص الماء بيكتسب دعامة فيسولوجية والعلاقة ما بين الدعامة الفسولوجية وعملية البناء الضوي هي علاقة ترضية لان السكريات النتجة من عملية البناء الضوي بتؤدي الى زيادة تركيز العصير الخلوي في الفجوات العصرية مما يؤدي الانتقال الماء إليها بالخصية الاسموزية فيزيد من الدعامة الفيسيولوجية للخلايا والعلاقة ما بين الدعامة الفيسيولوجية وعملية النتح هي علاقة عكسية لأن النبات بيفقد الماء في عملية النتح وبالتالي بيفقد الدعامة الفيسيولوجية وبكده نبقى خلصنا الدعامة الفيسيولوجية في النبات واستنوا شرح الدعامة التركبية في النبات او عجبكم الفيديو وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان الفيديوهات اللي بعد كده قلنا ان النبات بيحصل على نوعين من الدعامة الدعامة الاولى هي الدعامة الفيسولوجية واتكلمنا عنها والدعامة التانية هي الدعامة التركبية واللي نتكلم عنها دلوقتي الدعامة التركبية هي دعامة بتتناول جدر الخلايا او اجزاء منها فبتترصب بعض المواد الصلبة القوية على جدر خلايا النبات او في اجزاء منها المواد دي بتترصب علشان تزود قدرة خلايا النبات الخارجية في الحفاظ على انسجة النبات الداخلية وبتمنع فقد الماء من خلالها وبتكسب الخلايا الصلابة والقوة ومن الامثل على الدعامة التركبية بنلاحظ زيادة سنك جدر خلايا البشرة وخاصة خلايا البشرة الخارجية والمثال التاني بنلاحظ ترصيب النبات لمادة الكيوتين وده مادة غير منفزة للماء على جدر خلايا البشرة في الدعامة الفيسولوجية شرحناها وقلنا ان هي بتحصل في النسيج البرانشيمي وده نسيج بتحتوي خلايا على فجوة عصرية كبيرة او اكتر ولكن الدعامة التركبية بتحصل في النسيج الكلانشيمي والنسيج الاسكلارانشيمي النسيج الكلانشيمي هو هو النسيج البرانشيمي ولكن ما بيحتويش على مسافات بينية ما بين الخلايا ولكن المسافات البيانية دي بيتم ترصيف فيها مادة السيلولوز ومادة السيلولوز دي بتكسب الخلايا الصلابة والقوة والنسيج الاسكلارانشيمي بيكون زي النسيج الكلانشيمي ولكن بتبقى خلايا ميتة لا تحتوي على بروتوبلاز فالمثال الثالث معنا من الدعامة التركبية هو ترصيب النبات لمادة السيلولوز او اللقنين على جدر خلايا او اجزاء منها زي خلايا النسيج الكلانشيمي وخلايا نسيج الاسكلارانشيمي علشان يكسبها صلابة بقوة بالاضافة الى ان موقع هذه الخلايا واماكن توجودها وانتشارها بيدعم النبات المثال الرابع والاخير معنا هو احاطة النبات لنفسه بطبعة من خلايا فلينية غير منفزة للماء مرصف فيها مادة السيوبرين وبالتالي تغضبر الدعمة التركبية هي دعمة دائمة لانها بتعتمد على ترصيب بعض المواد كالسيلولوز والليجنين والسيوبرين والكيوتين على جدر الخلايا او في اجزاء منها مما يكسبها الصلابة والقوة ويحافظ على انسجة النبات الداخلية ويمنع فقدان الماء من خلالها وبالتالي لما نيجي نعرف الدعمة التركبية هنقول ان هي عبارة عن دعمة دائمة بتتم بترصيب بعض المواد كالسيلولوز والليجنين والكيوتين والسيوبرين على جدر الخلايا او في اجزاء منها لكي تتحمل خلايا النبات الخارجية مسؤولية الحفاظ على هنسجة النبات الداخلية وتمنع فقدان الماء خلالها ولما نيجي نعمل مقارنة ما بين الدعامة الفيسولوجية والدعامة التركبية هنقول إن الدعامة الفيسولوجية بتعتمد على دخول الماء بالخاصية الإسموزية إلى الفجوة العصرية لخلايا النبات ولكن في الدعامة التركبية بتعتمد على ترصيب بعض المواد الصلبة كالسيلولوز والليجنين والكيوتين والسيوبيلين على جدر الخلايا أو أجزاء منها في الدعامة الفيسولوجية هنقول إن هي دعامة موقعة لأنها بتعتمد على امتلاع الخلية بالماء وعند فقد هذا الماء تزول هذه الدعامة ولكن الدعامة التركبية هي دعامة دائمة وده لأنها بتعتمد على ترصيب بعض المواد الصلبة على جدر الخلايا وأجزاء منها مما تكسبها الصلابة وقوة وتحافظ على نسيجة النباتة الداخلية وتمنع فقدان الماء خلالها ومن الأمثلة على اكتساب الدعامة الفيسولوجية عندنا انتفاخ صوار الفاكهة المنكمشة عند وضعها في الماء لفترة وبرضو استقامة سيقان وأوراق النباتات العشبية عند راي الطرب ومن أمثلة فقدان الدعامة الفيسولوجية هو انكماش وضمور بعض البزور الغضة زي البسلة والفول عند ترقاعة لمدة والمثال الثاني هو زبول وارتخاء سيقان وأوراق النباتات العشبية عند جفاف التربة ومن أمثلة الدعامة التركبية هو أن ترصيب النبات لمادة الكيتين على جدر الخلايا البشرة وترصيب النبات لمادة السلولوز على جدر الخلايا الكولنشيمية وترصيب النبات لمادة اللجنين على السطح الداخلي لجدر الخلايا السكرانشيمية وترصيب النبات لمادة السلولوز في الخلايا الفيلينية في الدعامة التركبية قلنا أن في أربع مواد بتترصب على جدر الخلايا وهم السلولوز واللجنين والكيوتين والسيوبرين طيب دلوقتي هنعمل جدول صغير كده يسهل علينا حفظ خصائص المواد دي هنتكلم عن مكان الترصيب والنسيج اللي بيدعمه ونفذية الماء والأهمية عندنا أول مادة هي مادة السلولوز مكان ترصيبها بيكون على جدر الخلايا من الخارج والنسيج اللي بتدعمه هو النسيج الكولنشيمي والنسيج الكولنشيمي بتكون خلايا حية والسلولوز بيكون منفذ للماء وأهميته هو أنه بيكسب جدار الخلية القوة والمرونة تاني مادة معنا هي مادة اللجنين مكان ترصيبها بيكون على جدر الخلايا من الداخل والنسيج اللي بتدعمه هو النسيج الكولنشيمي وده نسيج خلايا غير حية زي الألياف والخلايا الحجرية ونفذية اللجنين للماء بيكون غير منفذ للماء وبيكسب جدار الخلية القوة والصلابة تالت مادة معنا هي مادة الكيوتين مكان ترصيبها بيكون على سطح خلايا البشرة والنسيج اللي بتدعمه هو النسيج البرانشيمي الموجود في بشرة الصاك والأوراق وده طبعا نسيج خلايا حية ونفذية الكيوتين للماء بيكون غير منفذ للماء وأهميته هو أنه بيمنع نفاذ الماء من الخلايا آخر مادة معنا هي مادة السيوبرين وده بتترصب على جدر الخلايا من الداخل والسيوبرين بيدعم خلايا الفلين وبيكون غير منفذ للماء وأهميته هو أنه بيمنع نفاذ الماء من الخلايا وفي الآخر كده هنوضح شوية ملاحظات لازم نفذ بنا منها أول حاجة عندنا الدعامة الفيسيولوجية قلنا أن هي دعامة مؤقتة وبتحصل في النسيج البرانشيمي الدعامة التركبية دعامة دائمة وبتحصل في الخلايا الفلينية وبالخلايا السكرانشيمية زي العلياف والخلايا الحجرية ولكن الخلايا الكولينشيمية بيحصل فيها دعامة فيسيولوجية وتركبية في نفس الوقت الكيوتين بيشارك ما بين الدعامة التركبية والدعامة الفيسيولوجية لأنه بيترصب على جدر الخلايا البشرة فبيكسبها دعامة تركبية وبيمنح فقد الماء خلالها فبالتالي بيحافظ على الدعامة الفيسيولوجية الملحوظة اللي بعد كده وهي أن النسيج البرانشيمي بيتواجد بكسرة في أعناق الأوراق النباتية والنسيج البرانشيمي بيتواجد في الغلاف الخارجي للبزور زي بزور الفول وفشلة المكسرات والبندق واللوز ده يرى أنه بيتواجد في أنسيجة بعض الصلار زي الكميترة الملحوظة اللي بعد كده هي أن أسطح بعض الصلار زي التفاح والبرقو بتتغطى بطبقة من الكيوتين اللي بيكون مغطى بمادة شمعية وكده نبقى خلصنا درس الدعامة في النبات سواء كانت الدعامة الفيسيولوجية أو الدعامة التركبية واستنوا شرح الدرس اللي بعد كده وهو الدعامة في الإنسان أهلاً وسهلاً بطلب الثالثة سنوية في الدرس الثاني من دروس مادة الأحياء واللي هنتكلم فيه عن الدعامة في الإنسان الدعامة في الإنسان بتتم عن طريق الجهاز الهيكلي والجهاز الهيكلي في الإنسان بيدعم الجسم وبيقوم بحماية بعض أعضاؤه زي القلب والرعتين والمخ وبيساهم في الحركة بالإضافة إلى أنه بيعطي الجسم الشكل المميز الجهاز الهيكلي في الإنسان بيتكون من خمس حاجات أول حاجة هو الهيكل العزني واللي بيلقسم إلى هيكل محوري وهيكل طرفي تاني حاجة بتكون منها الجهاز الهيكلي هي الغضريف تالت حاجة المفاصل واللي بتنقسم إلى مفاصل الفية ومفاصل غضروفية ومفاصل زرالية ونشرحهم كلهم بالتفصيل المكون الرابع للجهاز الهيكلي هي الأربطة والمكون الخامس هي الأوطار الهيكل العزمي في جسم الإنسان بيتكون من 206 عظمه كل عظمه بيبالغ شكل وحاجم بيناسب الوظيفة اللي بتقوم بيها فهنا عندنا الهيكل العزمي بينقسم إلى هيكل محوري وهيكل طرفي الهيكل المحوري بيشمع كل من العمود الفقري والجنجمة والكفص الصدري والهيكل الطرفي بيتكون من الحزام الصدري والطرفان العلويان والحزام الحوضي والطرفان السفليان بالإضافة لـ 206 عظمه اللي بتكون الهيكل العزمي في جسم الإنسان بيكون فيه عظام تانية صغيرة ملحقة بالجنجمة وهي العظميات السمعية ودي أصغر 3 عظمات موجود في جسم الإنسان وعداتهم 3 عزام في كل نحية وبيكونوا موجودين في الأزن الوسطى وهم المتركة والسنداد والركاب والعظم المحيقة الأخيرة وهي العظم اللامي وضع عظم موجود أعلى الحنجرة وبيتصل به العديد من العضلات أول مكون من مكونات الهيكل المحوري هو العمود الفقري العمود الفقري بيعتبر محور الهيكل العزمي العمود الفقري بيتصل من أعلى بالجمجمة وفي مطقة الصدر بيتصل بالكفص الصدري والطرفان العلويان بوسطة عظام الكتف ومن أسفل العمود الفقري بيتصل بالطرفان السفليان بوسطة عظام محوض العمود الفقري بيتكون من 33 فقرة بتقسم إلى خمس مجموعات وبتختلف في شكلها طبقاً لمنطقة وجودها أول مجموعة من مجموعات العمود الفقري هي الفقرات العنقية والفقرات العنقية بيكون عددهم سبعة وبيكون ترتبهم من واحد إلى سبعة بتتواجد الفقرات العنقية في منطقة العوق وبيكون حجمها متوسطة الحجم ومن حيث نوعها سواء كانت متوفصلة أو غير متوفصلة فالفقرات العنقية بتكون فقرات متوفصلة ثاني مجموعة من مجموعات العمود الفقري هي الفقرات الزهرية أو الفقرات الصدرية عدد الفقرات الزهرية 12 فقرة فبيكون ترتبهم من 8 إلى 19 بتتواجد الفقرات الزهرية في منطقة الصدر وبيكون حجمهم أكبر من الفقرات العنقية ونوعها من حيث التمفصل بتكون فقرات متمفصلة المجموعة الثالثة من العمود الفقري هي الفقرات القطنية وعدد الفقرات القطنية خمس فقرات وبيكون ترتيب الفقرات القطنية في العمود الفقري من الفقرة العشرين إلى الفقرة العشرين بتتواجد الفقرات القطنية في منطقة البطن وبتكون مواجهة لتجويف البطن والفكرات الكطانية من حيث حجمها هي أكبر الفكرات حجما ومن حيث نوعها بتكون فكرات متمفصلة المجموعة الرابعة من العمود الفقري هي الفكرات العجزية وعدد الفكرات العجزية خمسة فبيكون ترتبهم في العمود الفقري من الفقرة 25 للفقرة 29 ومنطقة تواجد الفقرات العجزية بتكون ما بين عزمتي الحركوفة في الحزام الحوضي حجم الفقرات العجزية بتكون عريضة ومفلطحة ومن حيث نوعها فهي فقرات غير متمفصلة يعني فقرات ملتحمة المجموعة الخمسة والأخيرة من العمود الفقري هي الفقرات العصوصية وعدد الفقرات العصوصية أربعة فبيكون ترتبهم في العمود الفقري من الفقرة 30 إلى الفقرة 33 وما كان تواجد الفقرات العصوصية بيبقى نهاية العمود الفقري ومن حيث الحجم في الفقرات العصوصية بتكون صغيرة في الحجم ومن حيث نوعها فهي فقرات غير متمفصلة يعني فقرات ملتحمة احنا قلنا ان عدد فقرات العمود الفقري 33 فقرة ولكن عدد عزام العمود الفقري 26 عظمة وده بسبب التحام الخمس فقرات العجزية معا كعظمة واحدة وبرضو التحام الأربع فقرات العصوصية كعظمة واحدة العمود الفقري بيحتوي على أربع انحنايات الانحناي الأول بيكون جهة الخارج في الفقرات العلقية والانحناي التاني بيكون جهة الداخل في الفقرات الزهرية والانحناي التالت بيكون جهة الخارج في الفقرات القطنية والانحناي الرابع والأخير بيكون جهة الداخل للفقرات العجزية والعصوصية تعالى بعد كده نعرف تركيب الفقرة العضمية الفقرة العضمية النميزوجية اللي هي الفقرة القطنية بتتكون من أول حاجة جسم الفقرة وده بيكون الجزء الأمامي السميج بعد كده بيبقى فيه الحلقة الشوكية أو الحلقة العصبية وده عبارة حلقة عضمية بتتصل بجسم الفقرة من الخلف وتحيط بالقلال العصبية التي يمتد بدافنها الحبل الشوكي علشان يتم حمايته بعد كده بيكون فيه النتوئين المستعرضين وده عبارة عن زائدتين عزميتين متصلين بجسم الفقرة من الجانبين وبيحول كل منهما نتوء مفصلي أمامي بعد كده بيكون فيه النتوء الشوكي وده عبارة عن زائدة عزمية موجودة في الخلف وماءنا إلى أسفل بتحملها الحلقة الشوكية والنتوء الشوكي بيحمل نتوئين مفصليين خنفيين وظيفة العود الفقري هو أنه بيعمل كدعامة رئيسية للجسم وبيحمي الحبل الشوكي وبيساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم يبقى كده عدد النتوئات الموجودة في الفقرة العزمية سبع النتوئات وعدد النتوئات المزدوجة في الفقرة النموذجية تلات أزواك وعدد النتوئات الفردية هو نتوء فردي واحد بس أنه هو النتوء الشوكي الفقرات بتتمفصل مع بعضها من خلال النتوئات المفصليين فعمدنا الفقرة السفلية بتتمفصل من خلال النتوء المفصلي الأمامي مع النتوء المفصلي الخلفي للفقرة اللي بتكون موجودة فوق منها الجزع هو المنطقة اللي بتتوسط جسم الإنسان وبتشمل الصدر والبط والحوض وعدد الفقرات المتمفصلة في منطقة الجزع هم 17 فقرة لأن الفقرات المتمفصلة الموجودة في منطقة الجزع بتشمل كل من 12 فقرة ظهرية و5 فقرات قطنية الفقرة اللي بتكون منصفة للعنق هي الفقرة رقم 4 بينما الفقرة اللي بتكون منصفة للعمود الفقري هي الفقرة رقم 17 ودي بتكون الفقرة الظهرية العشرة نيجي بعد كده للجمجمة والجمجمة هي عبارة عن علبة عظمية بتتكون من جزئين جزء خلفي أو جزء مخي لأنه بيحيط بالمخ وجزء تاني أمامي أو جزء وجهي لأنه بيحتوي على عظام الوجه الجزء المخي أو الخلفي بيتكون من طمع عظام بتتصل ببعضها عند أطراف مسننة مناطق اتصال العظام ببعضها بيكون قوي جدا لأنها بتشكل تجويف بيستكر فيه المخ وبالتالي وظيفتها أن هي تحمي المخ وبيكون موجود في قاع الجزء المخي صقب أو قناة اسمع الصقب الكبير والجزء ده بيتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي إنما الجزء الأمامي أو الجزء الوجهي بيتكون من 14 عظمة ال14 عظمة بتشمل عظام الوجه والفكين ومواضع عضاء الحس اللي هم العزن والعين والأنف فكده يكون عدد عظام الجمجمة 22 عظمة بالإضافة إلى العظام الملحقة بالجمجمة اللي هم 6 عظميات للسمع 3 في كل جم زايد العظم اللامي فيكون عدد عظام الجمجمة بالعظام الملحقة يساوي 29 عظمة نيجي بعد كده للكفص الصدري والكفص الصدري عبارة عن علبة مخوطية الشكل بيتصل من الخلف بالفقرات الزهرية واللي عددهم 12 فقرة وبيتصل من الأمام بعظمة القص الكفص الصدري بيتكون من 12 زوج من الضلوع وهما كان آتي العشر أزواج الأولى بتوصل ما بين الفقرات الزهرية وعظمة القص في الأمام والزوجان الأخيران اللي هم 11 وال12 بيكونوا صيارين وما بيتصلوش بعظمة القص علشان كده بيطلق عليهم اسم الضلوع العائمة وبيتصلوا بالفقراتين رقم 18 و19 للعمود الفقري اللي هم الفقرة الـ 11 والـ 12 الزهرية والضلع هو عبارة عن عظم كواسة تنحني إلى أسفل وتتصل من الخلف بجسم الفقرة العظمية ونتوءها المستعرة وعظمة القص هي عبارة عن عظم مفلطحة ومدببة من أسفل جزءها السفلي غضروفي بيتصل بها العشر أزواج الأولى من الضلوع وظيفة القفص الصدري هي حماية القلب والرأتين بالإضافة إلى أن حركة الضلوع المتكونة للقفص الصدري بتساعد في عملية التنفس بحيث أن الضلوع بتتحرك أثناء عملية الشهيك إلى الأمام والجانبين وبتتحرك أثناء عملية الزفير عكس اللي بيحصل في عملية الشهيك وبالتالي بتضغط على الرأتين فتخرج الهوى من الرأتين وبيكون مجموع عظام القفص الصدري سبعة وثلاثين عظمة اللي هما 12 زوج من الضلوع يعني 24 عظمة زائد عظمة القص يبكتها 25 زائد 12 فقرة زهرية فبيكون المجموع الكل سبعة وثلاثين عظمة وعدد العظام المتصلة بعظمة القص هما 22 عظمة الـ 22 عظمة هما مجموع عشر أزواج الدلوع يعني 20 عظمة زائد 2 اللي هما عظمتي الطرق هو وبالتالي يكون مجموع العظام المتصلة بعظمة القص 22 عظمة أهلاً وسهلاً بكل طلب الثالث السنوي في مادة النحياء الجميلة النهاردة هنشرح الجزء الثاني من درس الدعامة في الإنسان واللي هكون عن الهيكل الطرفي الهيكل الطرفي للجهاز العظمي بيتكون من الحزام الصدري والطرفين العلويين والحزام الحوضي والطرفين السفليين فمبدئياً كده تعالى نوضح الحزام الصدري والطرفين العلويين الحزام الصدري بيتكون من نصفين متماثلين كل نصف منهم بيتكون من عظمة لوح الكتف وعظمة الطرقوة عظمة الطرقوة هي عبارة عن عظمة رفيعة باطنية وباطنية يعني موجودة جهة الأمام جهة البطن والطرقوة بتتصل من الأمام بعظمة القص ومن الجانب بتتصل بعظمة لوح الكتف وعظمة لوح الكتف هي عظمة ظهرية يعني عظمة خلفية جهة الظهر وبتكون مسلسة الشكل وطرفها الداخلي بيكون عريض والخارجي بيكون مدبب ويحتوي على النتوه بتتصل به عظمة الطرقوة عظمة لوح الكتف بتحتوي على تجويف اسمه التجويف الأروح والتجويف الأروح ده بيكون موجود عند الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف وبيستقر فيه رأس عظمة العدد علشان يكون مفصل الكتف وبالتاني بيكون إجمالي عدد العظام المكونة لحزام الكتف في الجانبين أربع عظام وهم اتنين طرقوة واثنين لوح كتف وعدد العظام المكونة لمفصل الكتف بالجانب الواحد اتنين وهم عظمة لوح الكتف وعدمة العدد نجي بعد كده للطرفين العلويين بيتكون كل طرف علوي من عظمة العدد ودي عظمة بتبدأ برأس بيستكر في التجويف الأروح وبيكون موجود أسفالها نتوه داخلي بعد كده الساعد والساعد بيتكون من عظمتين اللهم عظمة الزند وعظمة الكعبرة والزند دي عظمة بيحتوي طرفها العلوي على تجويف بيستكر فيه النتوء الداخلي للعدد والكعبرة هي بتكون أصغر حجما من الزند وبتتحرك حركة نصف دائرية حول عظمة الزند السبتة بعد كده بيكون في عظام اليد وعظام اليد بتشمل كل من رزق اليد وراحة اليد وأصابع اليد رزق اليد بيتكوى من 8 عظام في صفين بيتصل طرفهم العلوي بالطرف السفلي للكعبرة وعظام رزق اليد مش بيكون متصلين بعظمة الزند والطرف السفلي لعظام رزق اليد بيكون متصل بعظام راحة اليد وعدد عظام راحة اليد وهم 5 عظام رفيعة ونصطيلة بتؤدي إلى عظام الأصابع الخمسة بعد كده أصابع اليد الخمسة وأصابع اليد الخمسة بيتكون كل منهما من 3 سلميات رفيعة معادة صباعي لبهان بيتكون من سلميتين فقط وبالتالي بيكون مجموعة عظام الطرف العلوي الواحد هما 30 عظمة وهم عظمة العدد وعظمطي الساعد اللي هما عظمة الكعبرة والزند وعظام اليد بيكون 8 في رزق اليد و5 في راحة اليد و14 سلمية فبيكون الإجمال كله 30 عظمة وفي الوضع التشريحي بتكون عظمة الكعبرة جاة الخارج في نفس جاة إصبع اليد ولما بتتحرك عظمة الكعبرة حركة نصف دائرية حول عظمة الزند السابتة بتظهر الكعبرة متقطعة مع عظمة الزند على شكل حرف الـ X وعدد العظام المكونة لمفصل القوع بيكونوا 3 عظام وهم العدد والكعبرة والزند نجي بعد كده للحزام الحوضي والطرفين السفليين الحزام الحوضي بيتكون من نصفين متماثلين بيلتحمين مع بعض من الناحية الباطنية في منطقة اسمها الارتفاق العاني والارتفاق العاني هو عبارة عن نسيج بيشكل موضع التحام نصفي عظام الحوض المتماثلين في الناحية الباطنية الأممية وبيتكون كل نصف منهم من الحرقوفة الزهرية والعانة والورك حيث أن عظمة الحرقوفة الزهرية بتتصل من الناحية الباطنية الأممية بعظمة العانة ومن الناحية الباطنية الخلفية بعظمة الورك وبيكون موجود تجويف عميكة عند موضع اتصال عظام الحرقوفة والورك والعانة والتجويف ده بيسمى التجويف الحقي وبيستكر فيه رأس عظمة الفاخد علشان يكون مفصل الفاخد عظام كل نصف من النصفين بتلتحم مع بعضها مكونة عظمة واحدة وبالتالي بيكون إجمالي عدد عظام الحوض اللي هم عظمتاي الحزام الحوضي اللي موجودين على الجانبين زايد عظمة العجز زايد عظمة العصص وسريعا كده تعال نشوف الفرق ما بين الحوض في الزكر والحوض في العنسة عظام الحوض في العنسة بتكون أقل قوة وتجويف الحوض في العنسة بيكون أكثر اتساعم من تجويف الحوض في الزكر علشان تلاهم عملية الحمل والولادة بعد كده الطرفين السفليين وكل طرف منهم بيتكون من الفاخد وده عبارة على العظمة بتبدأ برأس بيستكر فيه التجويف الحقي اللي بيكون مفصل الفاخد وبيكون موجود في أسفلها نتوئين كبيرين بيتصلوا بالصاق عند مفصل الرجبة اللي بيكون موجود قدامه عظمة الرطفة والرطفة هي عبارة عن عظمة صغيرة مستديرة الشكل وبتكون موجودة قدام مفصل الرجبة بعد الفاخد بيكون فيه الصاق وبيتكون من عظمتي وهم القصبة وديه العظمة الداخلية والشزية وديه العظمة الخارجية بعد الصاج بيكون فيه عظام القدم وبيشمل كل من رزغ القدم ومشط القدم وأصابع القدم رزغ القدم بيتكون من سبع عظام غير منتظمة الشكل أكبرها هي العظمة الخلفية اللي بتكون كعب القدم ومشط القدم بيتكون من خمس عظام رفيعة وطوية بتنتهي كل منها بالأصابع وأصابع القدم مما خمس أصابع بيتكون كل منها من ثلاث سلميات رفيعة مع عادة صباع الابهام اللي بيتكون من سلميتين فقط وبالتالي بيكون إجمالي عدد عظام الطرف السفلي في الجانب الواحد ثلاثين عظمة وهم عظمة واحدة اللي هي عظمة الفغد وبعد كده عظمة الرطفة وعظمتي الصاك اللي هي الكسب والشازية زائد عظام القدم اللي هم سبعة في رزق القدم زائد خمسة مشط القدم زائد 14 سلمية في أصابع القدم وبيكون أقل العظام تأثيرا على حركة الجزء السفلي للطرف السفلي هي عظمة الشازية وبيكون إجمالي عدد العظام المكونة لمفصل الرجبة ثلاث عظام وهم عظمة الفغز زائد الرطفة زائد القصبة وبيكون إجمالي عدد التجويف الموجودة في الهيكل الطرفي كله هم الست تجويف وهم بالترتيب اتنين تجويف أروح في الجانبين واثنين تجويف حقي في منطقة الحوض وتجويفين موجودين في عظمتي الزند وتعالى كده نشوف شوية ملحوظات على الهيكل الطرفي عندنا أول حاجة موضع اتصال نصفية عظام الحوض المتماثلين من الناحية البطنية الأمامية بيكون الارتفاق العاني وموضع اتصال نصفية عظام الحوض المتماثلين من الناحية الزهرية الخلفية هم الفقرات العجزية وأي طرف سواء كان علوي أو سفلي بيتكون من 30 عظمة وده بسبب زيادة عظمة الرطفة في الطرف السفلي مع نقصة عظمة من رزق القدم السفلي وبالتالي بيكون العدد متساوي ومفصل الرجبة هو أكبر مفاصل الجسم وأقصرها تعقيدا ومفصل الكتف هو أكثر مفاصل الجسم المرونة علشان كده بيكون عرضة للخلع بصورة مستمرة ومفصل الفاغد بيكون أكثر استقرارا من مفصل الكتف لأن التجويف الحقي الموجود في مفصل الفاغد هو أكثر عنقا واتساعا من التجويف الأروح في مفصل الكتف ومن أنواع العظام في جسم الإنسان عندنا عظام طويلة وده بتكون استوانية التركيب ومجوفة وليها نهايتين عند كل طرف زي العدد والفاغد وعظمة القصبة والنوع الثاني عظام مسطحة ودي بتكون مفلطحة الشكل وعريضة زي لوح الكتف والقص وعظام الجمجمة والنوع الثالث عظام قصيرة ودي بتكون عظام قوية ومتينة وأبعادها بتكون متساوية نسبيا زي عظمة الرطفة والنوع الرابع العظام الغير منتظمة ودي بتكون مختلفة في الشكل والأبعاد زي الفقرات وعظمة التركوة بتنتمي إلى العظام الطويلة ولكنها بتكون العظمة الطويلة الوحيدة الموجودة في الوضع الأفقي في جسم الإنسان والباعي بيكون ممتد بشكل رأسي ولكني نجي نعمل مقارنة كده ما بين عظمة الكعبرة وعظمة الزند من حيث الحجم عظمة الكعبرة بتكون أصغر حجما وعظمة الزند بتكون أكبر حجما ومن حيث الحركة عظمة الكعبرة بتتحرك حركة نصف دائرية حول عظمة الزند وعظمة الزند بتكون ثابتة وغير متحركة ومن حيث الاتصال برزغ اليد عضمة الكعبرة بتتصل من الأسفل بالطرف العلوي لرزغ اليد وعضمة الزند لا تتصل بعظام رزغ اليد ومن حيث الوضع التشريحي عضمة الكعبرة بتكون موجودة جهة الخارج وعضمة الزند بتكون موجودة جهة الداخل أهلاً وسهلاً بطلب التالت سنوي في مادة الأحياء النهاردة في الجزء الثالث من درس الدعامة في الإنسان حنشرح الغضريف والمفاصل والأربطة والأوطار الغضريف هي عبارة عن نوع من الأنسجة الضمة بتتكون الغضريف من خلايا غضروفية ولا تحتوي على أوعية دموية ولكن الغضريف بتحصل على غزاها والأكسوجين من خلايا العزام بخاصية الانتشار اللي هو تعريف انتقال الجزيئات من وسط زوتركيز مرتفع إلى وسط زوتركيز منخفض تعالوا تشوف كده أماكن تواجد الغضريف أول حاجة الغضريف بتشكل بعض أجزاء الجسم زي الأنف والأذن والشعب إنوائياً الرئتين ده هير إنها بتوجد غالباً عند أطراف العزام وخاصة عند المفاصل بين فقرات العمود الفقري وظيفة الغضريف هي حماية العزام من التعاكل بسبب احتكاكها المستمر ببعضها ويسمي الإنسان بيحتوي على ثلاث أنواع من الغضريف أول نوع هي الغضريف الشفافة أو الزجاجية ودي بتكون قوية ومرنة زي الغضريف اللي موجودة في الأنف والشعب الهوائي للرئتين والأسطح المتمفصلة والنوع الثاني هي غضريف لفية ودي بتكون أكثر قوة ومتانة زي الأقراص الغضروفية الموجودة ما بين الفقرات وملطية الارتفاق العاني والنوع الثالث من الغضريف بتكون غضريف مرنة ودي بتكون من اسمها أكثر مرونة زي سوان الأزن ولسان المزمار اللي بيمنع مرور الأكل والمية في مجرى التنفس نيجي بعد كده للمفاصل والمفاصل بتتصنف إلى ثلاث أنواع حسب طبيعة النسيج اللي بيضبط ما بين العظام وبعضها فعندنا المفاصل اللي فيها ومفاصل اللي هضروفية ومفاصل زلالية المفاصل اللي فيها من خصائصها أن العظام بتلتحم عند المفاصل دي بوسطة أنسجة ليفية بتتحول مع تقدم العمر إلى أنسجة عزمية ومعظمها لا يسمح بالحركة زي المفاصل اللي موجودة ما بين عظام الجنجمة والمفاصل الغضروفية من خصائصها هي أنها بتربط ما بين نعيات بعض العظام المتجورة ومعظمها يسمح بحركة محدودة زي المفاصل اللي موجودة ما بين فقرات العمود الفقري وبرضو المفاصل الغضروفية لا توجد ما بين جميع فقرات العمود الفقري لأنه لا يوجد مفاصل غضروفية بين الفقرات العجزية وبعضها والفقرات العصوصية وبعضها لأن الفقرات دي فقرات ملتحمة معا والمفاصل الزلالية من خصائصها أن هي بتشكل معظم مفاصل الجسم وبتكون مرنة علشان تتحمل الصدمات والمفاصل دي بتسمح بسهولة الحركة بحيث أن سطح العظام المتلامسة في هذه المفاصل بيتم تغطيته بطبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملساء مما يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل احتكاك والمفاصل الزلالية بتحتوي على سائل مصلي أو زلالي بيسهل من انزلاق الغضروف التي تكسوها أطراف العظام المفاصل الزلالية بتنقسم حسب نوع الحركة إلى مفاصل محدودة الحركة ومفاصل واسعة الحركة المفاصل محدودة الحركة هي المفاصل اللي بتسمح بحركة إحدى العظام في اتجاه واحد بس زي مفصل القوة ومفصل الرجبة والمفاصل واسعة الحركة هي المفاصل اللي بتسمح بحركة العظام في اتجاهات مختلفة زي مفصل الكتف ومفصل الفاكر وبشكل مختصر كده المفاصل الزلالية بتتميز بأربع صفات علشان تلاهي موظفتها وأول صفة هي إنها مرنة علشان تتحمل الصدمات تاني صفة بتحتوي على سائل مصلي أو زلالي علشان تسهل من انزلاق الغضريف التي تكسو أطراف العظام عند المفاصل تعيد صفة إن سطح العظام المتلامسة في المفاصل دي بيغطى بطبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملساء علشان يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل احتكاك والصفة الرابعة إن المفاصل الزلالية بيوجد عندها الأربطة علشان تلبط العظام ببعضها عند المفاصل وتحدد حركة العظام في الاتجاهات المختلفة وعند غياب السائل الزلالي بالمفصل الرجبة بيحدث تآكل الغضريف التي تكسو أطراف العظام المكونة لمفصل الرجبة نتيجة احتكاك هذه الغضريف ببعضها مما يؤدي لصقوبة حركة المفصل وعلى المدى البعيد قد تتعرض العظام للتآكل أيضا ومن ضمن المنحوظات اللي لازم ناخد بنا منها إن المفاصل الزلالية والغضروفية بتحتوي على أربطة بتربط العظام ببعضها نيجي بعد كده للأربطة والأربطة عبارة عن حزم منفصلة من المسيج الضم النيفي بيتم تثبيت أطرافها على عزمطي المفصل ومن خصائص الأربطة إن هي بتتميز بالمتانة القوية ووجود درجة من المرونة بتسمح بزيادة طلها قليلا حتى لا تنقطع في حال التعرض المفصل لضغط خارجي وظيفة الأربطة هي ربط العظام ببعضها عند المفاصل وتحديد حركة العظام عند المفاصل في الاتجاهات المختلفة ومن أمثلة الأربطة عندنا الأربطة الموجودة في مفصل الرجب وهي الربط الصليبي الأمامي والربط الصليبي الخلفي اللي بيربطه ما بين عضمة الفاغز بعضمة الكصبة والروباط الوسطي أو الداخلي وده بيربط ما بين عضمة الفاغز وعضمة الكصبة والروباط الجانبي أو الخارجي وده بيربط ما بين عضمة الفاغز وعضمة الشزيع وبعض الحالات ممكن يحصل تمزق الأربطة وده بسبب حدوث التواء في بعض المفاصل زي الروباط الصليبي في مفصل الرجبة فيبقى بشكل مختصر كده عندنا عظمة الفاغز بترتبط بعظمة القسبة بواسطة 3 أربطة وهم الروباط الوسطي والروباط الصليبي الأمامي والروباط الصليبي الخنفي نيجي بعد كده للأوطار والأوطار عبارة عن نسيج ضم قوي وظيفة الأوطار هي أنها بتربط العضلات بالعزام عند المفاصل وبالتالي بتسمح بالحركة عند انكباض وانبساط العضلات ومن أمثلة الأوطار عندنا وطر أخيل وده أهميته هو أنه بيوصل ما بين العضلة التوأمية اللي هي عضلة بطن الصاد بعظمة الكعب وبالتالي بيساعد على حركة كعب القضاء ومن الحالات المشهورة دايما حالة تمزك وطر أخيل وتمزك وطر أخيل بتكون أسبابه بازل مجهود عنيف أو تقلص العضلة التوأمية بشكل مفاجئ أو إنعدام المرونة في العضلة التوأمية وأعرض تمزك وطر أخيل عدم القدر على المشه وسكل في حركة القدم وألام حدة وبيتم علاج تمزك وطر أخيل من خلال ثلاثة أساليب معينة أول أسلوب هو استخدام الأدوية المضادة للإنتهابات والمسكين على الألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي وده بيكون في حالة تمزك الوطر كاملاً ومن أبرز نقطة الاختلاف ما بين الأربطة والأوطار لما بيحصل تمزك للأربطة بيكون الالتقام بطيء وبيستغرق مدة زمنية وده بسبب أن الأربطة بيغزيها عدد أقال من الأوعية الدموية على عكس الأوطار اللي بيوصلها دم أكتر من الأربطة ومن النقطة المهمة اللي لازم برضو نفت بلنا منها هو الفارغ ما بين المنظر الأمامي والمنظر الخلفي لمفصل الرجبة عندنا المنظر الأمامي لمفصل الرجبة بيتم تحديده يأما عن طريق وجود عدمة الرطفة أو وجود لؤمة واحدة بس في نهاية عدمة الفارغ في حالة إزالة عدمة الرطفة أو البروز الموجود في عدمة القصبة من الأمان وفي المنظر الخلفي للرجبة بيتم تحديده عن طريق وجود لأمتين في نهاية الفارغ أو زبور رأس عدمة الشازية كاملة من غير ما تكون عدمة القصبة مغطية على جزء منها وحتى كده إضافية تعالى نعمل مقارمة ما بين تمزق الرباط الصليبي وتمزق وتر أخيل تمزق الرباط الصليبي أسبابه حدوث التواء أو فاقد الرباط مرنته أو تعرض مفصل الرجبة لضغط خارجي قوي إنما أسباب تمزق وتر أخيل هو بازل مجهود عنيف وتقلص العضلة التوأمية بشكل مفاجئ أو إنعدام المرونة في العضلة التوأمية وأعراض تمزق الرباط الصليبي عدم القدرة على المشي وألام حادة وتورم سريع عند مفصل الرجبة وإنعدام السبات في مفصل الرجبة إنما أعراض تمزق وتر أخيل عدم القدرة على المشي وألام حادة وسكل في حركة القدم بيتم علاق تمزق الرباط الصليبي باستخدام أدوية مضادة للالتهابات ومسكينة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي في بعض الحالات أو الرفع التامة وعدم بزل مجهود حركة وبيتم علاق تمزق وطر أخيل باستخدام برضو الأدوية المضادة للالتهابات ومسكينة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي في حالة لو كان التمزق كاملا وبكده نبقى خلصنا درس الدعامة في الإنسان بالكامل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين موسيقى